من سكيكدا نتوجه بكم إلى ولاية تيزيوزو ولاية تيزيوزو والتي تستفيد من 6035 وحدة سكنية ويلتحق بنا مباشرة من تيزيوزو الزميل لخضر كعوان لخضر مرحبا ولاية تيزيوزو تستفيد من هذه الحصة السكنية والتي أعيد وأذكر بأنها تقدر ب6035 وحدة سكنية كيف هي أجواء تسليم مقرارات هذه السكنات الخضر مساء الخير إذن زميلة فاطمة مساء الخير لكل مشاهدنا الكرام نفس الأجواء نعيشها هنا بولية تيزيوزو على مستوى المصرح الجهوي كاتبياسين في ظل هذه الفعاليات وهي فعاليات توزيع مقرارات الاستفادة لحوالي أزيد من 6000 وحدة سكنية في مختلف الصيع بمناسبة الذكرى الثانية وستانية لعدية الاستقلال وشباب وللحديث أكثر تفاصيل عن هذه العملية نسعد باستضافة السيد دومي جيلالي ولي ولاية تيزيوزو على المباشر سيد الولي مساء الخير شكرا لكم على تلبية على السلام إذن ولاية تيزيوزو على غرار كل ولاية الوطن تشارك في هذه الاحتفالية الوطنية الخاصة بتوزيع سكنات اجتماعية على المواطنين بمجموع 1068 وحدة موزعة على 1585 وحدة سكنية للسكن الاجتماعي الإيجاري و 2594 عدل و 564 تساهمي و 1000 وحدة سكنية سكن ريفي وفيه برنامج كذلك لترقية حرة بتعداد 74 المجموع هذا اللي هو السلف 68 مس 51 بلدية من مجموع 67 التنوع هذا خلى كل شرائح المجتمع تلحق بسكنات حسب الوضعية الاجتماعية واليوم الحمد لله نسجل فرحة كبيرة لكل المواطنين اما فيما يخص البرنامج القادم ان شاء الله فيه نفس التعداد اللي هو كذلك راه يتعدى 6000 وحدة سكنية في الشهر القريبة جدا ان شاء الله وتكون بمناسبة كذلك مناسبة وطنية احنا البرنامج الساري او الجاري راه يتعدى كذلك 9000 وحدة سكنية اما فيما يخص المستقبل اللي هو البرنامج 25-24-25 هي انا الارضية اللازمة لاحتواء اكثر من 5000 وحدة سكنية بالنسبة للسكن الاجتماعي الاجاري وفيه كذلك ما يلزم ان شاء الله بعد ما سيد رئيس الجمهورية على انطلاق عدل ثلاثة احنا كذلك رانا جاهزين ان شاء الله بعد كنا الفرصة اننا نستفيد من جزء لكي تستفيد الفئة هذه المتوسطة اللي هي خاصة من الموظفين بات استفيد من هذا السيغة الاجراءات كلها اجراءات على قدم وساق نتمنى ان شاء الله ان نفس البرنامج هذا اللي داركناه في الفترة الاخيرة هذه راح يكون فيه سرعة وتكون فيه نوعية اكثر من ما راح عليه من حيث الاجراءات لتحضير البرنامج هذا شكرا لكم سيدي الولي اذا نفس الاجواء عيشناها اجواء اهدومها الفرحة تقسمناها مع بعض المستفيدين تلتحق مباشرة احدى المستفيدات مساء الخير مساء النور سيدتي ضايني اليوم في اجواء الفرحة بعد استفادتك من هد ساكن ساكن فرحة غطة ساكن مجيدي زليون دقارة ويجمل فرحة وساكن صبر نفغر سافت وفرحة اليوم فرحتين الفرحة الاولى بمناسبة الذكرى الثانية والستين من الاحتفال بعيد الاستقلال ومن هذا المنبر نترحم على ارواح شهدائنا الابرار وفرحتي باستفادة بهذا السكن اللائق المتوفر بكل لوازم الحياة نعم نترحم بارواح شهدائنا الابرار وحطكم علما اني ابعث تحية خاصة من ولاية زيوزو الى سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكرا لك سيدتي ايضا هناك ايضا مستفيدة اخرى تعالي سيدة اخرى واش تقدري تقول لنا اليوم اسأك فرحاغ اين دين امزون اساك ادلولاغ طمغاراغ اشدو كلنسين الفروح اساك مستغ جوليي ذي ادنوبي ذي ادنوبي الاجزاير الاستقلال وكن انصر الحمير او فارواح ان شو هذا اماكن اتسلامها غطاس عطاس اسلوي تمورث المناغ مس عبد المجيد تبون ايكف كان شكرا لك هناك أيضا مستفيد آخر سيدي تفضل معنا هذه هي الأجواء الفرحة يجب أن نتقسمها أيضا هذا بسم الله السلام عليكم هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسالين هذه فرحة فرحتين نفرحوا بها اليوم يعيد الاستقلال ذكرة نينوستين عيد الاستقلال ما شاء الله والمجد والقلود لشهدائنا الأبرار ونشكر سيد رئيس الجمهورية عبد المجد تبون على وشفرحنا اليوم بهذا الدكرة هادية اللي راه عزيزة علينا وغالية بزبزب وبدون ما ننسى المجهودة الجبارة على السلطات المحلية ونقول آخر كلمة تاي تحية الجزائر هناك أيضا قبل أن نختمع معكم هناك حاجة هي من أكبر العجيز هنا بالولاية فقط أبت أن تشكر هاد السلطات على هاد المبادرة أشكر سيدنا الرئيس أعطني السكنة وإن شاء الله إن شاء الله يسوفي قلبه يخدم ليهواه إن شاء الله يستطيع يسوفي قلب البوليس زمني لخضر شكرا لك وشكرا تنميرت كما أقول مع كل سكان وليت تيزيوز هذه الصور الجميلة والتصريح الجميلة بالزيء التقليدي أيضا القبائل الأمازيغي لخضر شكرا لك لخضر نتواجه الأمازيغي